اهلا وسهلا طلبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وشاف وزارة التربية والتعليم في الحلقة السابقة اتكلمنا عن التجارة في الوطن العربي اتكلمنا عن اهم الصادرات العربية واهم الواردات العربية واتكلمنا عن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والتجمعات الاقتصادية خارج نطاق الوطن العربي واتكلمنا عن مشكلات التي سببا في قلة حجم التبادل التجاري بين البلاد العربية في حلقة النهاردة هنتكلم عن السياحة في الوطن العربي هنتكلم عن المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية اللي هي سبب في زيادة السياحة في الوطن العربي هنتكلم عن أهم أنواع السياحة كالسياحة الترفيهية والسياحة الدينية والسياحة العلاجية وهنفهم مع بعض أهمية النشاط السياحي بالنسبة للبلاد العربية كمان هنعرف دور الدول العربية في تنشيط السياحة في الوطن العربي وإزالة جميع المعوقات يلا بينا مع بعض نشوف درس السياحة في الوطن العربي هنتكلم النهاردة عن السياحة في الوطن العربي هنعرف مقاوماتنا الطبيعية والبشرية التي ساعدت على ظهور السياحة في الوطن العربي اللي ربنا وهبها لينا في منطقة الوطن العربي وهنتكلم عن أهمية السياحة في الوطن العربي وأهم الأنواع المتوفرة في الوطن العربي من السياحة تعالوا نشوف مع بعضينا مقدمة كده بتتكلم عن درسينا نهاردة وهو السياحة في وطننا العربي المقدمة بتقول لقد حبى الله سبحانه وتعالى وطننا العربي بكل مقاومات السياحة التي ساعدت على تنوع أغراض السياحة وجذب السياح من كل بلاد العالم المقدمة بتقول ان ربنا وهب الوطن العربي المقاومات اللازمة السياحة منها الطبيعية والبشرية اللي كانت سبب في ان الوطن العربي مزار من كل دول العالم ما بين الخارجية او الدول العربية داخلية طيب ايه هي مقاومات الجذب السياحي؟ ما يعد مقاومات تنقسم بين مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية واحد في المقاومات البشرية الفنادق والقرى السياحية وسائل النقل والمواصلات بالاضافة الى توافر مظاهر الحضارة والامن والامان تنوع الاسار يبقى انا لما اجا اقول اكمل العبرات الاتية من المقاومات البشرية في الوطن العربي نقط ونقط نقط واحد الفنادق والقرى السياحية اتنين وسائل النقل والمواصلات ثلاثة طوافر مظاهر الحضارة اربع الامن والامان وتنوع الاسار المقاومات الطبيعية عندي الموقع المتميز والمناخ المتنوع والطبيعة القلامة لو اتكلمنا عن نقطة نقطة من المقاومات الطبيعية والبشرية هنقول الفنادق والقرى السياحية هل يمكن لك انك تروح مكان مهما كان المكان ده جميل تفتقد فيه الاوضة مش هقولي كويسة الاوضة اللي فيها راحة ليك او تفتقد للمكان الجميل اللي ممكن تقعد فيه طبعا بالتالي مش هتروح المكان ده طيب انا بالنسبة لي من قاوماتي المهمة جدا ان يكون عندي فنادق وقرى على مستوى عالي تضاهي الفنادق والقرى الخارجية لان اللي هيجي لك السياح من برة عايز تشوف حاجة قريبة او على مسافة قريبة من الفنادق الخارجية من حيث التعامل ومن حيث نظافة المكان ومن حيث الترفيه وسائل النقل والمصالات ما ينفعش النسائح ليجيني ينتظر ميكروباسي ودي او ينتظر حافلة التقل بي لا لازم يكون حاجة مظبوطة حاجة مضيفة جدا يكون فيه وسائل الراحة والامان كاملة علشان يشعر ان هو مرتاح وسهل التنقل من مكان لاخر فيحب المكان ويفكر ان هو ييجي تاني ويبقى افضل دعاية لك على مستوى العربي تلاتة توفر مظاهر الحضارة الوطن العربي عندهم مظاهرات حضارية عظيمة طبعا لو كلمنا عن دولة زي مصر او مدينة زي الاقصر فيها تلت اثار العالم متحف مفتوح وزي ما احنا شاكين الاهتمام الكبير اللي بيشمله مصر طبعا واهتمام الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالمتحف المصرية والاثار طبعا ده لاثر كبير لان السياح الاجنبي من جامل بره لو كانت سياحة تاريخية الهدف ان هو يشوف الاثار اللي هي تتميز بها مصر والدول العربية من عزلة الامن والامان لابد ان تشعر بالامن والامان على نفسك وعلى مالك وده حاجة ضرورية جدا لو انت رايح مكان انا اتكلم كشخص احنا لو انت رايح سياحة مثلا رايح الى غرداء رايح شرم اي مكان ولقيت اي حادث السرقة حصلت طبيعا مش هتبقى مرتاح ومش هتفكر تيجي بمكان ده تاني طبعا الوطن العربي ومصر تتميز من خفاض معدل الجانيمة وده حاجة كويسة جدا وتخلي السائح يشعر بالاطمئنان على نفسه وعلى ماله تنوع الاثار طبعا الوطن العربي يتنوع فيه الاثار ما بين اثار رومانية واثار اسلامية واثار مسيحية لاثار مختلفة واثار يونانية فانا عند الوطن العربي فيه اثار من مختلف الانواع وده صاحب كل جنسية ممكن ييجي بسهولة جدا او الناس المهتمة بالاثار بتاعة كل دولة من الدول اللي كانت موجودة عندنا في مصر او في الوطن العربي بسهولة يقدر يتوصل اليها يبقى انا المقاومات البشرية كلمت عن التنادق ووسائل النقد توفر مظاهر الحضارة الامن والامان وتنوع الاثار القاومات الطبيعية الموقع المتميز موجود ما بين افريقيا وما بين قارة اسيا يعني ان هو يقع في قارة اسيا وافريقيا وسيطرته على المسطحات المائية الهمة طبعا تساهم في السيطرة على السياحة او ازدهار السياحة في الوطن العربي المناخ المتنوع الوطن العربي عنده مناخ معتدل ومناخ خار والسياح دايما بيهربوا من الشتاء البارد القارس الجهودة الى الاستمتاع بالشتاء الدافي في الوطن العربي والجو الجميل طبعا ثلاثة الطبيعة الخلابة طبعا الطبيعة السياحية لبلاد الوطن العربي وخاصة مصر طبعا الطبيعة الخلابة زي ما احنا شايفين مناظر الجميلة معالم اسرية وحضارية طبعا وقرى سياحية ادى تنوع مقاومات الجزب السياحي الى تعدد انواع السياحة في الوطن العربي طبعا وطن العربي في انواع سياحة مختلفة لما يكون في اثاري باندي طبعا سياحة تاريخية لما يكون عندي شوافق جميلة سياحة طرفيهية ويبقى عندي سياحة نيلية مثلا على نهر النيل أو طبعا نهار الموجودة في بلاد الوطن العربي ويبقى عندي طبعا سياحة رياضية وعندي سياحة طبية طبعا المقاومات اللي احنا تكلمنا عليها من شوية اللي ما بين مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية كان لها أثر في تنوع السياحة في الوطن العربي تعالوا نشوف بعض أمثلة أنواع السياحة في الوطن العربي السياحة العلمية والثقافية سياحة تاريخية مثل مدينة الأقصر في مصر كمتحف مفتوح في تلت أثار العالم متكلمنا عليه من شوية تشوفي الحضارة الفرعونية وعظامتها في مصر ولما تحب تشوف في سوريا تشوف طبعا تدمر في سوريا فييجي اسألك في الامتحان يقولك أكمل عبرات الآتية من الأماكن السياحية في مصر طبعا من الضبالي الأقصر ونقط في سوريا اللي هي تدمر في سوريا صوب ما تحتها خط تدمر في مصر طبعا غلط تدمر في سوريا السياحة العلمية والثقافية سياحة المؤتمرات طبعا استضافة الوطن العربي لمؤتمرات ولو كلمنا عن مصر استضافة مصر لمؤتمرات ودي شهادة دولية أن مصر رائدة في هذا المجال سياحة المعارض طبعا عندنا زي معرض القاهرة الدولي للكتاب وده طبعا بيأفد إليه ناس كثير جدا وكل سنة بيحصل هذا المعرض طبعا زي تقيمة طبعا كبيرة جدا هنتكلم عن سياحة المهرجانات برضو كنوع من أنواع السياحة هنتكلم اتنين عن السياحة الطرفيهية يبقى في السياحة التاريخية أو السقافية تكلمنا عن التاريخية والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض هنتكلم عن السياحة الطرفيهية ودي تشمل حاجات كتير قوي منها الشواطئ والنيلية والسفاري دعنا نشوف مع بعض سياحة الشواطئ مثل مصر ولبنان وتونس طبعا يا جماعة معروف عننا جدا لو تكلمنا عن مصر وجود الشواطئ الجميلة المطلة على سواحل البحر المتوسط عندي زي اسكندرية وزي مطروح وعندي على البحر الأحمر زي سفاجة وغرداء وشرم الشيخ ونويبع لأ وعندي كتير قوي لأنا نتكلمنا عن مصر لأنا عندي شواطئ جميلة جدا تتميز بيها مصر الشعاب المرجانية طبعا من أهم أنواع السياحة الترفيهية السياحة الشواطئ ودي تتوافر في دول زي مصر ولبنان وتونس السياحة الترفيهية وهي السياحة السفاري مثل زيارة الصحاري يا جماعة السياح الأجانب بيجوا من بره إلى الوطن العربي عشان يشوفوا اللبس البدوي الجميل العقال والتجول في الصحراء حيث الحياة البدائية القديمة وابتدوا يعملوا عمليات الشاوي والأعدة العربية أو الأعدة البدوية ويشربوا الشاي العربي طبعا الجو ده بالنسبة لهم نوع من المغامرة الجديدة اللي ما حققوهاش أو ما عشوهاش في بلادهم فيتميز الوطن العربي طبعا بوجود سياحة السفاري ودي طبعا نوع من أنواع السياحة المهمة ومصدر دخل مهم جدا جدا لسكان المناطق الصحراوية والبدوية في الوطن العربي بالنسبة لهم السفاري حاجة مهمة جدا لأنه بتدخلهم مصدر داخل وعملات من بره الاقتصاب بتاعهم اللي بيعتمد على موارد مش كتيرة تعالوا نتكلم على نوع تاني من السياحة الترفية والسياحة النيلية طبعا الهدف من السياحة النيلية جماعة التعرف على أخبار المدن عن طريق ركوب البواخر والفنادق العائمة في النيل ودي الهدف منها التعرف على المدن المصرية ومتعرف برضو من خلالها كنوع من انواع الترفيه وفي نفس الوقت نوع ثقافي أنا بعرف المدن وأعرف أهم المدن موجودة لشريط نهر النيل طبعا وفي نفس الوقت بنسبة لهم كأجانب حاجة جديدة لسه لأول مرة يتفرجوا عليها وهي السياحة النيلية طبعا مصر تتميز بوجود المناظر الجميلة على نهر النيل السياحة العلاجية طبعا الوطن العربي يتميز بوجود العيون الكابريتية والدفن في الرمال ودي بتعالج أمراض جلدية وأمراض العزام فالوطن العربي يتفرد بالموضانة السياحة العلاجية زيارة مناطق العيون الكابريتية مثل عيون موسى في مصر وعين معين في الأردن وهي السؤال أكمل عبرات الآتية من المزارات العلاجية الطبية في مصر نوع طبعا بالنسبة لي عين موسى طبعا في عين حلوان وبالنسبة لي في دولة الأردن أنا عندي عين اسمها عين معين زيارة مناطق الرمال الساخنة طبعا الدفن في الرمال زي ما احنا موضحا لنا في الصورة ودي بتعالج العديد من الأمراض بيقعد عدة أيام يعني طبعا بيقعد في الرمال كذا يوم كل يوم بعدد ساعات معين وبعد كده يقعد في أماكن تانية شديد للحرارة طبعا علشان يخرج من جسمه أي أمراض أو أي اسمه من نتيجة العرق الشديد اللي بيحصل وده نوع من أنواع العلاج المهمة جدا اللي بتتماس بها الدولة العربية طبعا موجودة عندنا مننا نموذج في سيوة في مصر كده اتكلمني عن السياحة الثقافية واتكلمني بعد كده عن السياحة الترفيهية هنتكلم بعد كده عن السياحة الرياضية طبعا المهرجانات الرياضية واستضافة البلاد العربية للبطولات الرياضية الكبيرة كالرياضة المائية وغيرها وبطولات الاسكواش وسبقات الهجم أنا عندي يا جماعة بطولات رياضية كبيرة جدا وكبيرة جدا لصدفها الوطن العربي من فترة كانت مصر مصدفة كاس العالم للشباب لا الوطن العربي طبعا وزينا احنا عارفين انه قريب جدا هيبقى فيه كاس العالم هيتعمل في دولة قطر فالجلاد العربية تتميز بانها اصبحت مهيئة تماما استقبال المواكب الكبيرة الرياضية لا مش بس كده الوطن العربي يقدر يواكب اي دولة دلوقتي في استضافة البطولات الرياضية الكبرى السياحة الدينية طبعا الوطن العربي وجود الديانات وهو مهد الديانات السماوية كان ليه اثر كبير في انه هو يستأثر بنصيب مهم جدا من السياحة الدينية حول العالم تعال نشوف مع بعض وهي زيارة الاماكن الدينية المقدسة طبعا عندنا زي المسجد الاقصى في فلسطين والمسجد الحرام في السعودية وكنيسة القيامة في فلسطين طبعا وكنيسة المهد طبعا يبقى انا بنسبالي من اهم المزارات عندي المسجد الاقصى في فلسطين المسجد الحرام في السعودية وكنيسة القيامة في فلسطين يبقى انا عندي السياحة الدينية هي قائمة على زيارة الاماكن والمدن المقدسة تعالوا نعرف مع بعض هي السياحة مهمة في ايه؟ بما تفسر اهمية السياحة في الوطن العربي السياحة عندي مهمة ليه في الوطن العربي؟ تعالوا نشوف مع بعض واحد زيادة الدخل القامل يعني دخل قامل؟ هي مجموعة الدخولة التي تتحصل عليها الدول خلال عام كامل من الاوجه المختلفة كالزراعة والصناعة والسياحة والاخر انا بزود عملات اجنبية ويزيد عندي الدخل القامي لما اهتم بالسياحة وانا قلت ان السياحة احد اهم الانشطة الاقتصادية اللي بمارسها السكان في الوطن العربي وبيهتموا بيها قوي لانها مصدر دخل مهم جدا يبقى زيادة الدخل القامي هيستحصل الدول العربية على سبعة واثنين من ارادات السياحة العالمية تحصل الدول العربية على سبعة واثنين من ارادات السياحة العالمية وده رقم مش قليل انتقربت على واحد من عشر من السياحة العالمية وطبعا بفضل اهتمام الحكومات العربية طبعا احنا شايفين قدقيه في مصر احنا بدأنا نعمل طفرة كبيرة في موضوع السياحة والاهتمام بالمنشآت السياحية والأثار والمتاحف الكم المتاحف اللي احنا بنفتحها أو الأثار أو اهتمامنا بالشواطئ كل ده لأثار كبير يعود على مصر بالنفع أو يعود بالدول العربية بالنفع وزيادة الدخل القامل بأول سبب في أهمية السياحة في وطننا العربي هي زيادة الدخل القامل حيث تحصل الدول العربية على سبع واثنين من إرادات السياحة العالمية اتنين توفير فرص العمل للشباب سواء من خلال العمل في قطاع السياحة أو أعمال متصلة بها السواء اللي بينقل السائح الأجنبي من المطار لغاية الفندق بتاعه هذه فرصة عمل العامل النظافة اللي بيشتغل في القرى فرصة عمل الموظف الاستقبال فرصة عمل اللي بيقدم الأكل فرصة عمل حاجة بسيطة اللي بيشيل الشنطة لفرصة عمل أنا بوجد فرص عمل للشباب المهندس اللي بيبني القرية السياحية فرصة عمل أنا بوفر فرص عمل كبيرة جداً بسبب السياحة وبودير دخل كبير جداً من السياحة يبقى بالنسبة لي تاني أسبابي هي توفير فرص العمل للشباب سواء من خلال العمل في قطاع السياحة أو الأعمال المتصلة بها يعني الطريقة غير مباشرة تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب إحنا طبعينا كشعب عربي نتكلم عن مصر شعب من ضياف بيهتم بالزوار وبيقابلهم أحسن استقبال ودائماً لما ييجي عندك أجانب وأنا بقولي الكلام ده بيحصل في مصر وفي سوريا وفي السعودية والجزار لما بييجي عندك سياحة أجنبي بدون ما تشعر تلاقي نفسك بتكلمه وبتقوله أنت بيحتاج حاجة وبتقدم له العون وهو ده المفروض اللي يحصل والأسلوب اللي تتعامل به مع الأجانب أو مع السياحة أي أن كان سياحة عربية أو سياحة أجنبية خارج البلاد العربية يبقى تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب توفير الأموال اللازمة للمشاريع الصحية والتعليمية والخدمية المختلفة في الدول العربية لأنا إذن بقدر أوفر من السياحة مبالغ بتزيد من الدخل القومي اللي بصرف فيها على مشروعات تخص الدولة كمشروعات صحية أو تعليمية أو بناء مصانع استثمار كل ده من السياحة فرص العمل من السياحة تزود الدخل القومي من السياحة المشروعات الخدمية اللي بتعملها الدولة عن طريق السياحة كل ده عن طريق الدخول اللي بتقدمها لنا السياحة كأحد الموارد الهمة في زيادة الدخل القومي للوطن العربي وخاصة لو بتكلم على مصر معلومة إسرائيل ترتفع نسبة العاملين في السياحة في بعض الدول العربية حيث تصل في البحرين إلى 33% وفي دولة الأردن 27% وفي مصر 21% من القوة العاملة ما بين السياحة والأعمال التي مرتبطة بها مشرارة يكون بيشتغل في السياحة دائرة يعني شركات السياحة يعني العمال يعني المهندسين اللي بنوا القرى يعني عامل النظافة يعني اللي بيقدم الأكل شغل كتير جداً فرص كتير جداً بتوفرها السياحة في الوطن العربي فالمعلومة بتقول إن 33% في البحرين و27% طبعاً في الأردن و21% في مصر نسبتها من القوة العاملة في مصر جهود الدول العربية لتحقيق التنمية السياحية الدول العربية بتبزي المجهود كبير علشان تقدر تقدم لي نموذج جيد لسياحة مش بس كده أنا هدفي إن يزيد أعداد السياح عام بعد عام أنا هدفي يقرر الزيارة أنا هدفي يكون أفضل دعاية لي في الخارج إذا كانت سياحة عربية أو سياحة خارجية طبعاً السياحة العربية مهمة جداً مهمة جداً طبعاً والسياحة الأجنبية اللي بتتكلم عنه الوطن العربي يؤديه التطور كبير اللي حصل الدعاية عن المناطق السياحية والأسرية في الدول العربية من خلال النشرات والمؤتمرات نفرجهم أنا عندي إيه وإيه التطوير اللي أنا عملته على السيني الفادي اتنين التنصيق بين الدول العربية من خلال المنظمة العربية للسياحة التي أنشئت 2005 حاجة جميلة جداً جداً أنشأنا منظمة للسياحة في عام 2005 الهدف منها التنصيق بين البلاد العربية وفي نفس الوقت أشوف إيه اللي نقص وأشوف إيه من البلاد العربية قدر تطوره في أواكب هذه البلاد وتساعدني إن أنا أوصل ليها علشان أوصل لمستوى كبير طبعاً واحدة من أهم الدول في الوطن العربي في السياحة دولة زي مصر والمغرب وسياحة دينية زي اللي بتحصل في دولة المملكة العربية السعودية معلومة إسرائية بتقول يمتلك الوطن العربي 59 موقع أسري وطبيعي مدرج على قائمة التراث العلامي للنسكو وطبعاً المنسكو هي منظمة دولية تهتم بالثقافة والعلوم على مستوى العلام وحي أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة فهنا بالنسبة لي من ضمن جهود الدول العربية لتحقيق التنمية السياحية هي يمتلك الوطن العربي 59 موقع أسري وطبيعي مدرج يعني متأيد ومتفق عليه على قائمة التراث العالمي منطقة ذات تراث وذات قيمة كبيرة اللي نسكو معترفة بيها 59 وده رقم كويس ونهدف إلى زيادة 30 مد الطرق التي تربط بين الدول العربية مثل الطريق الدائري أو الطريق الدولي الذي يمر بشمال مصر طبعاً حاجة مهمة جداً إنه لما حب أعمل سياحة عربية ودول العربية أو سياح من الدول العربية ييجوا لمصر يبقى الموضوع سهل وفيه ربط بين المواصلات وسهولة جداً فيه التنقل فأنا عندي طريقة عمل وهو طريق دولي يمر بشمال مصر توفير وسائل النقل المختلفة التي تربط بين الدول العربية ببعضها البعض وبينها وبين دول العالم يا جماعة ضروري لما بتروح أي رحلة أنا بكلمك أنت كشخصك عشان تستوعب اللي أنا عايز أقوله على المستوى العام لما بتروح أي رحلة أول حاجة بتدور عليها وسائل الراحة بالنسبة لك هي النقل والمواصلات والاتصال لازم أكون بسهولة جداً أقدر أتصل بأهلي أتطمن عليهم يبقى عندي الانترنت والفاكس كل ما هو من وسائل والسكاي بي والفايبر وكل ما هو بالنسبة لي ممكن يوصلني وتم السؤال على أهلي والاتمنان عليهم يكون موجود في نفس الوقت لازم يكون عندي مواصلات جيدة تسهل عملية الحركة من مكان لمكان علشان لو ما فيش الراحة دي أنا بالنسبة لي مش هاجي المكان تاني فالوطن العربي بيهتم بالنقل والمواصلات والاتصالات كمان يبقى توفير وسائل النقل المختلفة التي تربط بين الدول العربية ببعضها البعض وبينها وبين دول العالم كده اتكلمنا عن جهود اللي بتهتم بيها البلاد العربية ومن ضمنها التوسع في إنشاء الفنادق والقرى في طفرة كبيرة جدا يا جماعة ظهرت في الوطن العربي وخاصة مصر اهتمامها بالفنادق والقرى السياحية بأنواحها المختلفة بجميع التجهيزات على أعلى مستوى تكاد تكون تضاهي أقوى الفنادق اللي موجودة في الخارج علشان السائح الأجنبي لما ييجي لا يشعر بأي حاجة أقل من اللي هو موجود عليها برة بالعكس احنا بالنافس كمان اللي برة من حيث الجودة والتعامل والأسلوب وكبر التنادق والتساحة وإنها تشمل كل شيء ممكن يحتاجه السائح الأجنبي بمعنى صح بنوفر سبل الراحة التامة للسياحة الهدف مش بس إنه هو يجيني لا يكرر الزيارة والهدف إنه هو يدخلي عملة أجنبيها ستة المعاملة الحسنة مع السائحين وتقديم المساعدة لهم عندها حاجة أنا أعطي لك إن شخصية في الوطن يعني شخصية الإنسان في الوطن العربي أو الشخصية الموجودة عندنا في المصر إنه هو دايما كريم ومضيوف دايما بتعامل مع السياح بطريقة حسنة كل دي الأسليم اللي اتهدف فيها الدول العربية إلى تنمية السياحة في الوطن العربي كلمنا النهاردة على مقاومات السياحة الطبيعية والبشرية ويتكلمنا عن أهم أنواع سياحة كالرياضية والطبية والسياحة السقافية وما تشمله من تاريخية ومؤتمرات ومهرجانات ومعارض ويتكلمنا عن السياحة الترفيهية وما تشمله من السياحة النينية أو سياحة الشواطئ أو سياحة السفالي وزهار المحميات الطبيعية ويتكلمنا كمان عن أهمية السياحة وجهود الدول العربية للتنمية السياحية تعالوا مع بعض نشوف الناس اللي مركزة معي قوي قوي في الحلقة من أولا نحل مع بعض نشوفات أسئلة أكمل عبارات الآتية بكلمات مناسبة الطبيعة الخلابة من المقاومات طبعا طبعية ساعة ربنا تنمية السياحة من أهدافها تم مد طريق الدولة الذي يمر بنقاط في مصر طبعا شبال مصر تلاتة سياحة السفاري من أنواع السياحة طبعا الترفيهية سؤال كمان صح أو غلط ضع علامة صح أو خطأ تعمل السياحة لزيادة الداخل القومي طبعا طبعا تسم السياحة في حل مشكلة البطالة طبعا إجابة صحيحة طبعا لو قلت ما هي العلاقة بين السياحة والبطالة طبعا توفر السياحة فرص العمل في مجال السياحة وما يرتبط به من أعمال مختلفة سؤال كمان صوم ما تحته خط فيما يأتي تتمثل السياحة الترفيهية في زارة العيون الكابريتية والرمال السيخنة طبعا لا يمكن حتى شفناها بالصورة دي مسؤولة عن علاج الأمراض بعض الأمراض الجلدية وأمراض العزام وأمراض الروماتيز دي بالنسبة لي تتمثل السياحة الطبية طبعا إجابة الطبية أو العلاجية بكده انتهت حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى